اشتركوا في القناة وقال قرطبا الى المرحلة القادمة من كأس ملك اسبانيا يبعث بالتفاؤل بمستقبل مشرق للفريق في المسابقة وتحقيق العديد من الاهداف التي وضعها النادي وهما سيكون دافعا كبيرا للفريق في الدور الاسباني للدرجة الثانية والسعي لتحقيق المزيد من الاهداف المرجوة وقال سموه ان تأخل الفريق دافع لللاعبين والجهازين الفني والاداري في موصلة العطاء وتحقيق المزيد من الاهداف وان الجهود البارزة لافراد الفريق وعطائهم تؤكد حرصهم على تقديم افضل المستويات وموصلة تحقيق النتائج الايجابية واشهد سموه بانتصار قرطبا على ختافي بهدف النظيف وتأهله الى المرحلة القادمة وتمني ان سموه كل التوفيق والنجاح للفريق في مشواره في مسابقة الكأس والدوري الاسباني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر